مساء الفلو أهلا بيجوا بتدقى الحلقة بمشهد غريب جدا هيتم جوز هند في بيت هدى وفي المطبخ كمان معايا وهو اللي بيعمل الشاي وهدى جنبه ايه اللي بيحصل وليه هو في بيتها لسه ما نعرفش يلا نشوف الحلقة عشان نعرف ايه الكرسى اللي حصلت نرجع بقى الهند اللي بيجي لها مكالمة فاكرها من مومتها واول ما بترد بتكتشف ان دي الممرضة لفي المستشفى وبتبلغها ان مومتها ماتت بأزمة قلبية طبعا هند هتتجنن على الهواء ومش عارفة تعمل ايه بكل صدمتها دي مقدرتش تعمل اي حاجة غير ان هي تقدم البرنامج علشان تكشف للناس حقيقة البحيرة معتمد على الضيف اللي هتعمل معها الحلقة طبعا انما الاعداد عرفوا انه مشي وبيحاولوا يكلموها ويفاهموها ان هي تطلع فاصل عشان يعرفوها اللي حصل لكن هي مو صممة مدطلعش فاصل فاكرا ان هم عايزين يوقفوا الحلقة لكن في الاخر بتطلع الفاصل وبتكتشف الكرسة اللي حصلت انه مضعاش موجود وبترجع تاني عشان تقول للمشاهدين ان الضيف مشي عشان اتعرض للتهديد وان معاه تسجيل مفصل منه لكن مش هتزيعوا النهاردة وفي النهاية بتاع لان مؤسسة البحيري هي المقصودة وانها لازم هتكشف الفساد للناس كلها طبعا مدير القناة والاعداد بيت صدموا انها قالت اسم البحيري وبيعترضوا جدا لكن هند مش بتسمع لحد ومش شايفة اي حد بتشيل الميكروفونات وبتجري وهما مش فاهمين حاجة ومش فاهمين ايه اللي حصل طبعا بتجري عن المستشفى عشان تشوف مامتها اللي ماتت وبتوصل وبتنهار تماما وبتلطل جنب سليل مامتها تتكلم معاها وتعيط وفي دنيا غير الدنيا لحد ما بيجي حاتم جزها يوسيها وبيفضل جنبها وفي العزة بتشوف الضابط علاء بره مع ربيته بيرائب الموقف وحاتم بقى مع الرجالة وهند مع السيدات وبعد شوية بيجي محمود هند بتشبه عليه لكن ما عرفتهوش انه الضابط علاء مركز قوي وبعد شوية بتيجي مامت حاتم بتعزي هند مش علشان بتحبها انما علشان ده واجب واحدة جنب هند صاحبتها ليلة وشوية وبتيجي هدى وبتقعد هي جنب هند مامت حاتم بتعزي هند وتمشي بسرعة لكن بتروح عند حاتم وتوصيها على هند علشان يقف جنبها لان مامتها كانت هي الوحيدة اللي في حياتها وما كانش لها غيرها ولازم يقف جنب امراضه في موقف زي ده حاتم استغرب قوي كلام مامته لكنها فهمته ان في حاجة سمعها الأصول وما لهاش دعوة بالعواطف أبدا وبتمشي أما بكر بقى ومدير القناة والإعداد مستغربين قوي إزاي هند كملت الحلقة وما حدش حس انها متغيرة أو انها حزينة أو ان مامتها أصلا ماتت حتى مدير القناة قال لهم هند طول عمرها بتفصل بين الشغل ومشاعرها وظروفها قدامك كمه بكر مستغرب وبيقول لهم لدرجة ان مامتها تموت وما يبنش عليها يا تاري كانت حاسة بإيه؟ المخرج بقى بيقول له ما كانتش حاسة بأي حاجة هي أصلا مبتحسش مدير القناة قال له حرام عليك بلاش افترى بنروح بقى نشوف محمود اللي طلع من السجن بعد المؤبد في العزة وما نعرفش عايز إيه من هند قاعد بعيد بيه رائبها وهي مش شايفاه وشوية وبيجي راجل غريب هند بتقابله وحش قوي وبتقول له إيه اللي جابه وبسرعة بتيجي ليلة جنبها وكمان حاتم كل ده والظابط علاء برائب الموقف وشايف كل اللي بيحصل حاتم سأل هند مين ده قالت له ده واحد معرفة قديمة قوي عمل الواجب وهيمشي خلاص وفعلا بيمشي الراجل وهو ماشي بيوقفه صحف ويسأله عم اسمه وبنعرف إن اسمه سيد سالم وسأله تقرب للمزيعة هند سالم بصيله قاله ليه بتسأله السئل ده قاله عايز أعمل معاك حوار إنما الراجل قاله أنا مش فيقلك ورح سيبه وماشي ومنروح بيت ملك اللي لسه مكتئبة وقعدة بتشوف الأخبار اللي عمت وشفت خبر عن هند سالم إنها بتتبرق من ولدها في عزمة متها وبالرغم من سوق حالته الصحية وكبر سنه ملكة دايقت قوي وبتكلمها في الوقت ده واحدة صاحبتها وبتقول لها يلا نخرج وردت عليها وقالت لها مش عايز أخرج ولا أشوف أي حد صاحبتها قالت لها خلاص الكلام عنك خلص ودلوقتي الكلام بقى عن هند ملكة دايقت أكتر وقالت لها أنا مفرحش لما يبقى الكلام على هند برضو هم يعني هيسيبوني ويمسكوها ورفضت تخرج معاها وقالت لها حالة النفسية مش تمام وبنروح لبيت هند حاتم بيحضر لها الفطار وبيعملها بلطف وحنان زي مام تموسته إنما هند حالتها صعبة قوي بيقول لها أفضل معاكي لكن هي بتصمم إنه يروح شغله وبيجي لها رسالة من ليلة بتقول لها كلمتك كتير قوي أكيد مصدومة بعد الكلام اللي كتبوه عن باباكي طب منين عليك هند بتتصدم فعلا وبسرعة بتفتح تشوف إيه الكلام اللي مكتوب عن باباكي تصدم أكتر وأكتر وبتكلم المسؤول عن المسؤول وبتزعق له وتقوله إن ده تشير وإن هي كرب تحترمهم قوي ودي إشعاعات وأكذيب وإزاي يكتبوا قبل ما يتأكدوا وإنها مش هتسكت لإن كل ده كلام قذر وإشعاعات ما لهاش أي أساس من الصح وبتحلف برحمة مابطة إنها هتقعدوا في بيتهم هند بقى بتقوم تفتح التلاجة طبعا بعد كل ده وتحط بقى حزنها وعمها في الأكل حادق على مسكر على حلويات على شوكولاتات على لحوم كله كله عكف 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 وغاية ما بيجي لها تلبك معوي وبتروح ترجع كل اللي في بطنها وحالتها بقت أسوك بكتير من الأول وحاتم في مكتبه بتروح له هدى مراد جيمي وصاحبت مراده هند في نفس الوقت عايزها يرفع لها قضية على البحيرة علشان فسحوا عقدهم ومش عايزين يسددوا للورسة باقي مستحقتهم إنما حاتم بيفضوا وقول لها هرشح لك زميل هدى بقى بتقول له مليش راجل أسند عليه بعد جمال ومش هسك في حد غيرك ودي معلومات مقدرش أقولها لأي حد غريب في الآخر بعد كلام هذا طبعا بيضطر يوافق وبيطلب أصل العقل وهيبدأ الإجراءات على طول بتقول له أنت راجل محترم وبتقوم عشان تمسي حاتم بيوصلها للباب هدى بتعمل نفسها تعبانة قوي حاتم بيقول لها تعالي استرياحي إنما هدى بتقول له لأ عايزها روح للمستشفى خايفة قوي على البيبي حاتم إليه ومعرفش يعمل إيه وفي الآخر خدها وداها المستشفى ومنتظر برد بعد شوية بتطلع هدى وبتقول له الحمد لله أحسن وبيطلع بعدها الدكتور اللي بيتعامل مع حاتم على إنه جوز هدى ويقول له خد بالك من المدام محتاجة شوية اهتمام أمه مستجدة بقى ومش متعودة على تعب الحمل العادي وبيوصل هدى أنها هتاكل وتاخد فيتاميناتها هدى بتبص الحاتم وتقول له ما تقلقش يا دكتور أنا مستنياة بقالي سنين حاتم بيبص لها ويقول لها تطمن الحمد لله اتفضلي أوصلك وبنشوف ليلة بقى بتوصي هند تاخد أجازة عشان تخرج من حالة الحزن دي لكن هند بتقول لها ما بعرفش أعمل إيه في الأجازة وتفتكر إيه الأجازة اللي أخدها هتخليني أنثى ما خلاص طلعوني بنت جحدة ما عندهاش قلب أمها رمياها فضا المسنين وما تسألش على أبوها وإخوتها ورمياهم في الشارع ليلة بتقول لها ما انت عارفة السوشيال ميديا وقرفها هما بيسرزقوا من أسرار وأخبار المشاهير نرجع بقى الحاتم اللي بيوصل هدى وبتقول له جمال وحشني قوي كان نفسي يكون موجود ويشوف البيبي ويفرح بيه مش عارفة عايش إزاي من غيره حاتم بيقول لها ربنا يا قويك أنا وهنت معاك لو احتاجتي أي حاجة هدى اتضايقت وقالت له ده العشان برضو واضح إن عندها خطة وزكية جدا عايزة تاخد حاتم من هدى وبتستمر فيها بزكاء يا طرى هتنجح هنشوف ونعرف بتقول له بقى كان نفسي أعرف البيبي ولد ولا بنت بس خلاص مش فرقة هيتولد ويعيش من غير أب حاتم متأثر قوي بكلامها مش بس كده دي بتقول له عشان كده كنت بقول له هنت ما ينفعش تستنوا لو نويين تخلفوا يبقى لازم دلوقت على طول انت أكيد نفسك تكون أب قال لها أكيد طبعا بس لما ييجي الوقت المناسب هدى بتقول له أصدق إيه حاتم فتوه في الكلام رأس وصلوا عند العمارة بتاعت هدى لكن عملت نفسها تعبانة برضو وضيخة حاتم قال لها يخليكي أعدى لحد ما تبقي قويسة قالت له لا ما ينفعش إنما ممكن تساعدني أطلع للشقة قال لها ماشي لما فتحت الباب حاتم بيقول لها سلام قالت له بس أنا لسه ضيخة قوي ومحتاج أشرب شاي قال لها طب خلاص أنا ممكن أدخل أعمل لك الشاي المهم بقى حاتم دخل فعلا مطبخ يعمل لها الشاي ودى قالت له هاقف جنبك أساعدك قرب منه قوي حاتم بيتجاهل كل ده ودى بتقول له أنا عملة كيك ناكله مع الشاي رفض وقال لها أنا مش عايز أكل ومش قادر قالت له أنا مكلتش حاجة طول اليوم طب حتى أشجعني وخليت جنبي وناب وبعد شوية بتقوم تجيب له العقد بتاع المحير وجمان جايب ألبوم فيه صورة هي وهند وهم الصغيرين وبتفرج حاتم وتقول له شفت شكلنا كان عامل إزاي حاتم بيقول لها شكلكو كان حلو وهند زي ما هي ما تغيرتش خالص قالت له آه ده كل الولاد كانوا بيحبوها في المدرسة وفي الشارع وفي الحي والعمارة وكل مكان حاتم اتدايق أب ودى قالت له باستغراب هي ما حكيتش لك ولا إيه وبعدين شغلت وردة وقالت له دي كانت بتحب تسمع وردة طول الوقت حتى هي اللي حبيبتني فيها حتم اتفاجئ لأنه أول مرة في حياته يعرف إن هند بتحب وردة وبعد شوية بيستأذن ويمشي ولما رجع البيت بيقول بقى لهند إنه ده جات له المكتب عايزة يرفع قضية على البحير وإنها داخت جدا وتعبت ووديها المستشفى وبعدين وصلها للبيت هند استغربت قوي وزعلت واتضيقت وثابته ودخلت تنام بتشوف بعد كده بقى مخرجة البرنامج رخينا سرقت الفلاشة اللي عليها التسجيل بتاع اعتراف المهندس وبتديها لخالق جزا اللي هو أصلا صاحب حاتم علشان يوديها للبحيرة بتخلص الحلقة بقى على جرس الباب بيرن والشغالة بتيجي تقول الحاتم في محضر على الباب يا ترى ايه اللي هيحصل هنعرف الحلقة الجاية شوفكوا بخير ومع السلامة اشتركوا في القناة